منذ 15 عاماً أي بعمر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة كثرت التقارير الأممية والحققية التي تتحدث عن الأوضاع المعيشية والإنسانية التي يعيشها سكان القطاع منها من حذر ومنها من قال إن غزة غير صالحة للعيش الآدمي والتي كان آخرها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأم المتحدة في نيويورك الذي دعا للإسراع بفتح المعابر الحدودية المؤدية لقطاع غزة بشكل تام لإنهاء الحصار الإسرائيلي على غزة الأوضاع في قطاع غزة مأساوية غزة معظمها من اللاجئين الفلسطينيين 80% من هؤلاء اللاجئين تحت خط الفقر تماماً غزة محاصرة نسبة البطالة ارتفعت في الربع الأول من هذا العام وهو مجتمع يعتمد اعتماداً كلياً على المساعدات الإنسانية وهذه الحالة لها نتائج على كافة المستويات النفسية والاجتماعية والاقتصادية أوضاع إنسانية لم تتوقف عند رفع نسب الفقر والبطالة والعوز في القطاع بل كانت سبباً لانتحار عدد من المواطنين وإن كان عددهم قليل مقارنة بدول أخرى إلا أن الفعل بحد ذاته مستحدث على المجتمع الفلسطيني وإيقافه يتطلب وقفة جادة أمام المسببات بيئة صعبة يحييها المواطنين وبالتالي أعداد كبيرة منهم تلجأ إلى الطرق سلبية سواء إلى المخدرات أو الهجرة أو الانتحار للتعبير عن امتعاضها من هذه الحياة وعدم قدرتها على مواصلة الحياة في ظل هذه الظروف الصعبة هذا الأمر يستدعي تدخلاً دولياً عاجلاً برفع الحصار المفروض على قطاع غزة ويستدعي ضغطاً على السلطة من أجل وقف إجراءاتها العقابية على قطاع غزة كما يستدعي تدخلاً من الجهات الحكومية في قطاع غزة بتقليل الجباي والضرائب الانتحار أو محاولاته والتي تزداد بشكل ملحوظ في قطاع غزة هناك من يقول بأنها غير مبررة وإن كان الظروف الحياة صعبة ففي نهاية كل نفق مظلم ضوء يبدد الظلام إذا ما وجدت الحلول لأسباب الظلام الانتحار لا يعبر لا عن هروب حقيقي أو منطقي أو موضوعي بالعكس هو هروب غير منطقي وغير موضوعي لأن حاجات الشباب أو حاجات المنتحرين هي كثيرة ولذلك أنا أدعو الشباب كافة إلى التفكير جدياً في كيف يحيون حياة طيبة سليمة سعيدة وأنشد ولي الأمر بأن يفسح مجالاً لوجود فرص عمل فارقة للشباب جيل كامل عانى من ويلات الحصار الإسرائيلي وأربعة حروب قاسية على غزة إضافة لويلات الانقسام السياسي الفلسطيني عوامل غيبت الأمل في مستقبل أفضل ومن يتحمل مسؤولية ذلك الغياب هي كافة الأطراف السياسية العاملة في الأراضي الفلسطينية لم يكن الانتحار يوماً سمى من سمات الشعب الفلسطيني ولا ظاهرة موجودة أيضاً ولكن ما يخشاه الفلسطينيون أن ترتفع نسب الانتحار أو حتى محاولات الإقدام عليه الأمر الذي يتطلب جهوداً رسمية وشعبية لتغيير الواقع الذي يدفع للانتحار محمد بن مسأل غد غزة فلسطين أحدث مثلاً شكرا